توصل جيش الإسلام أحد فصائل المعارضة السورية وروسيا إلى اتفاق جزئي يقضي بإجلاء 1300 مدنيا من الرغبين في الخروج من دوما بغوطة دمشق الشرقية إلى إدلب شمال سوريا فقال المرصد السوري أن المفاوضات مستمرة للتوصل إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق بمسلحي جيش الإسلام وانتهت أمس عملية إجلاء فيلق الرحمن ومدنيين من القطاع الجنوبي بالغوطة الشرقية بخروج أكثر من 40 ألف شخص خلال ثمانية أيام